وخلال الندوى قال القائد الروحاني الهندي ساري ساري رافي شينكر إن الحرية الدينية تساهم في جلب المودة والسلام داعياً الجميع لاحترام الديانات والسلام والاحتفال بمعاني المحبة والمودة وتقبل الآخر المختلف صاحب الجلال ملك البحرين سخي جداً وقد ساهم بفتح بلاده لتعزيز الاحترام المتبادل وحب الآخر المختلف إن التجربة البحرينية أشبه بالكنز والثروة الحقيقية لبني البشر خاصة وأن جلالة الملك أدرك ذلك مبكراً وفتح المملكة لكل الأديان لممارسة معتقداتهم بحرية تامة مما يعكس الرؤية الثاقبة لجلالته أمر عظيم ما حدث من اتفاق سلام بين البحرين والإمارات وإسرائيل لتهديئة الصراعات في المنطقة إن مبادرة جلالة الملك هذه تشكل خطوة جبارة للأمام ستمهد الطريقة أمام السلام فقط تتكلم لأفعل اشتركوا في القناة